موسيقى حياكم الله وكل عام وأنتم بخير عن أي هجرة سنتحدث أن نتحدث عن أول هجرة سياسية في الإسلام قام بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة أم نتحدث عن هجرة الظلم إلى العدالة عندما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلع البدر علينا حينها اختار الصاحب رفيقا وعاد بجيش أم نتحدث عن هجرة المعاصي والذنوب أم نتحدث عن هجرة السياسة كما هجرها ضيفي اسمح لي أن أرحب بضيفي معالي الدكتور محمد نوح مساء الخير لقضاء مساء الخير كل عام صوت المملكة بدأ أهلا بكم جميع أهلا بكم من جديد واسمح لي أن أجدد الترحاب بضيفي أهلا بكم معالي الدكتور محمد نوح كما يمكنكم أعزائي المشاهدين متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك وأيضا ممكنكم المشاركة بطرع الأسئلة أبدأ معك ما معاني الهجرة عندما نتحدث عن الهجرة ماذا يعني ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الرسول وبعد بداية كل عام تبخير أخي عامر وكل عام والأردن وشعب الأردن وملك الأردن وجيش الأردن بألف خير ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا آمنا وإحنا كل سنة في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من قدم للعالم كله النموذج الأمثل الذي على ذمتي أنه لا يوجد له مثيل في الدنيا نموذج المهاجرين والأنصار هذا النموذج لا يوجد في حول العالم كله مشكلة في موضوع اللاجئين في الأردن بالذات نحن ما زلنا نحافظ على النموذج الأول الذي ما زال الناس يتغنون به من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع المؤاخر ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة المنورة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت الهجرة التي هي من أجل إقامة الصلاة يعني يعني الناس فهموا الدين اليوم أنه مجرد إقامة صلاة وإيتاء زكاة لا هذه عبارة عن شهادة التعيين التي تثبت أنك عينت في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المدينة المنورة بمشروع هذا المشروع مكون من أربعة نقاط النقطة الأولى في مشروع النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى المدينة المنورة هو موضوع المؤاخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو موصل إلى مجتمع أول شيء المدينة المنورة حتى نتصورها هي بار عن 59 حي 59 كومباون 59 مجتمع منفصل تاريخ المدينة المنورة 128 سنة من الحروب المدينة المنورة لم يكن فيها كبراء كل كبراء قتلوا لم يبقى فيه إلا الثعالي بالثلاثة اللي هم عبد الله بن أبيب السلول وأبو عامر الراهب وكمان هم هؤلاء الذين كانوا يعيثون في المدينة فسادا 128 سنة من الحروب المجتمع المدينة المنورة الخليط ما بين اليهودي والعربي والطارئ واللاجئ أجعلنا اليوم المهاجر مجتمع المدينة المنورة كانت تنخره الملاريا بسبب وجود المياه الآسنة مجتمع المدينة المنورة يشكو من قلة المياه لأنه ماء كانت ملحا أجاجا يعني مجتمع المدينة مش انتقل النبي صلى الله عليه وسلم رايحة سويسرة النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمشروع أول مشروع كان عند النبي عليه الصلاة والسلام هو تحقيق المؤاخات ولذلك المؤاخات استمرت 18 شهر المؤاخات مش قوموا يا فلان تاخو فلان الناس يعتقدون أنه مؤاخات نبي يا فلان تراك أخوك فلان لا النبي عليه الصلاة والسلام 18 شهر وهو يؤاخي حتى كان يختار خلفيات هذا مع ما أخاش بين غني وفقير حتى ما الفقير يعتمد على الغني ولا آخة بين الفقير والغني عشان الغني ما يتكى على الفقير سيقول لي روح جيب الأغراض وتعجيب الأغراض آخة بين من هم متحدون في الفكر حتى آخة بين أصواتهم حلوة مش هنسوي كرار النبي عليه الصلاة والسلام آخة بين الأغنياء آخة بين الفقراء آخة بين الموالي آخة بين النساء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مجتمع المكة اللي هو المجتمع الذكوري إلى مجتمع المدينة اللي هو مجتمع أنثوي المدينة كانت تسوانهم تحكم و لذا كما تجوز هم من مدينة صحابة رضي الله منزوج من أهل مدينة يجو عند النبي يشكو صارح عندنا مشكلة اجتماعية قال يا رسول الله كنا في مكة نؤمر فنطاع و ننهى فلا نعصى فتزوجنا من هؤلاء فوجدنا نساءهم تحكم و النبي يضحك قويه السبب مجتمع مكة مجتمع تجارة الزلم بروحه بيجي المرة قاعدة في البيت مجتمع المدينة لا مجتمع زراعة الرجل المرتين ينزرع مع بعض ففي تشاركية فكان عنده الرقم واحد عمل المؤاخرى حتى نزيل الطبقية الموجودة بين الناس رقم اثنين عمل المسجد و المسجد مش عشان العبادة لانه احنا العبادة وجعلت الارض و مسجد و طهورة و المسجد كان مقر الدولة عشان دي استقبل وفود عشان بدي اسير سفراء عشان بدي يكون عندي استقبال للناس و لذلك لليوم لليوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله لطعمنا كلنا زيارة للمسجد النبوي اللي بتطلع على الحجرة الشريفة مكتوب فوق لحد اليوم مكتوب استوانته السرير العمود اللي كان سرير النبي يقعد عنده و جنبها استوانته الحرس حرس النبي عليه الصلاة والسلام يوقفه هون و النبي يستقبل فكان المشروع الثاني ان تصبح الدولة مدنية لها قوام مدني و لها بناء حضاري هذا المشروع رقم اثنين و لذلك دولة مدنية و هاي نقطة مهمة راح نحكي فيها انا كنت قلت لي 18 شهر و في المؤاخرى في المؤاخرى المسجد هو المقر المسجد هو مقر الدولة و منه منطلق و لان نحكت عن دولة مدنية نريد شو معنا دولة مدنية مش دولة بادية مش دولة تنقلية لا دولة لها قرار و لها مكان تستقبل و تستورد و تصدر احكام و مجلس القضاء و مجلس التعليم بأن يكون في مقر فكان خطة الثاني المسجد و لذلك كان كل صحابي يشيل حجر حجر و لنبي يشيل حجرين لانه كان مستعجل لانه قدوة النبي عليه الصلاة والسلام النبي ما كان شرساته و نقعد وراء المكتب و نكيف شغال و سيارتي شغال و نكيف و أنا بجداري الناس شو بتسوي برا لا إذا أنت بتشيل حجر أنا بشيل حجرين لأكون قدوة للناس و لذلك الله قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة لأن القدوة هو قدوة في باب و الأسوة في عدة أبواب يسمى أسوة فالنبي أسوة في كل أبواب فكان مشروع الثاني المسجد المشروع الثالث كان لازم نحط الدستور و لذلك وضع دستور يتسع للجميع و في نقطة مهمة وثيقة المدينة الوثيقة المدينة هي الدستور و الدستور يتسع الكل و لذلك دستور المدينة المنورة بس ما ننفهم غلط كان من جملة سكان المدينة المنورة منافقين و يهود و نصارى طيب كيف استقبلهم النبي آه معناة النبي ما كان دولته دول دينية بمعنى أنه إقصائي لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسع للكل فالإسلام يستوعب الكافر و لكنه لا يستوعب الكفر نقطة مهمة واحد خالفني بالدين الله محييك أهلا وسهلا بس أنا أنت إليك عقيدتك و لي عقيدتي أنت عقيدتك بينك و بين ربك و يعقدتك بينك و بين ربي لكن إحنا حبايب مع بعض متعاون فالإسلام يستوعب الكافر و ليس مذمه على فكرة كلمة كافر هو مصطلح ديني معنى مخالف للدين يعني أنا في نظر المجوسي كافر و المجوسي في نظري كما من يكفر بديني النقطة الرابعة و النقطة الرابعة بناء السوق لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إيجاء على المدينة المنورة فوجد السوق كله بإيد اليهود اليهود تجار كان عندهم سوق الأنباط اللي بنون الأنباط العرب بنوا السوق هناك كان فيه 300 محل مجوهرات ذهب يسيطر على اليهود فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب أنا دروح أعلم وأقري و أحفظ قرآن و آخر نهات تأخذوا قلوا قمتكم عنده اليهود لا بدي أسوي سوق فرح عمل سوق ثاني فجاء كعبي بن الأشرف و كان زعيم اليهود فقطع لحبال قال النبي طيب ما دام صار اللعب على المكشوف تعال فبنى سوقا في مدخل للمدينة المنورة وقاس بقدمه الشريف 300 خطوة بـ 300 خطوة وحط حدود وقال هون السوق وحط في سوق المدينة المنورة 17 قاعدة تجارية ليس فيها واحدة أخلاقية ولا دينية الناس فهمين الهجرة دين لا الهجرة مش دين الهجرة بناء دولة كل من يريد أن يبني الدولة فلابد أن ينظر إلى رسوله كيف بناء دولة بالهجرة بهجرة النبي ولذلك تعطيك بس رقم الأرقام لا تخطئ تمام هذيك اليوم قديش قالوا بدنا عشان نتحول للنيابية عشر سنين لا سيدنا لطول عمر قال عشرة عشرين قالوا عشرين صحيح طب اسمع العشرين سنة اسمع العشرين سنة أخو عامر النبي طلي مع عسكري واحد ثمن سنوات فتح المكة بس عسكري عسكري مليان عسكري اليوم مليان بس إحنا مشكلتنا بشغلة العين المفتح من غمضها أنا تسألك سؤال خلق معي خلق معي لا أنا أعطيك هذه النقطة بس سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر كانت تجرته بالسر صح تمام جهز الرحاة تمام واختار الصاحب صح وبدأ نعم ماذا يعني ذلك البطانة بس هو النبي شكاين معه صح بس ولذلك ثمان سنوات فتح مكة شو يعني فتح مكة فتح مكة مش قصة حرب على فكرة ما مكة ما ماتش فيها ولا واحد فتح مكة أي نقلهم من عبادة ثلاثمائة أو ستين صنعين إلى عبادة إله واحد يعني نغير العقول احنا كل فتح فكري هذا ثمان سنوات فتح مكة عشر سنوات فتح الجزيرة يعني الجزيرة كلها صار الإسلام سنة ثلاثة عشر كسر دولة الفرس سنة خمسة عشر كسر دولة الروم سنة ثلاثة عشرين للهجرة كان أعظم أسطول يتجول في المحيطات أسطول المسلمين وكان فيه ستة كبيرة في العمر اسمها أم حرام ماسك المسبح والتقطق فيها لو أن رأيها حجة قالت رأيها هفتح قبرص وماتت في قبرص وفنت في قبرص في زمن محاوي هاي عشرين سنة هاي لعشرين سنة انت بتقول لي عشرين سنة عشرين سنت النبي صلى الله عليه وسلم مش إنهن كانت سنته بسبعمائة يوم ثلاثة مئة وخمستين يوم ولكن كان فيه هدف وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة بثلاثة مبادئ العدالة والكفاءة والكرامة العدالة والكفاءة والكرامة قالوا يا رسال الله أوليني قالوا لا أقعد أقعد إنك مرء ضعيف حبيبي أنت بس بتنفعش للولاية قال من وليناه أمر من أمر المسلمين فكتمنا مخيطا إبرة فما فوقه إلا ويأتي به يوم القيامة واحد قاعد يسا معينين جداد هذول جداد معينين الولاة قال له رسول الله شو بتقول قال من كتمنا مخيطا إبرة 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 مش عطاء إبرة من كتمنا مخيطا فما فوقه يأتي به يوم القيامة قال له طب يا رسول الله اقبل عني عملي هيا أنا مستقيل قال له يلا مع السلام أنا بقبل استقافة قال له ما بقدر تحاسبني على الإبرة قال له آه بحاسب على الإبرة و لذلك اللي ما بقدر إحنا جاء بالكفاءة و لذلك سلمان منين فارسي و صهيب و رومي و بلال حبشي الرؤية التي رأاها سبعة من الصحابة في الأذان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بدنا بالمدينة منورة نعمل شيء ننادي الناس للصلاة فصار في مقترحات و النبي بقدر من الوحي يجي له بس النبي عيش الأمة في هم كيف ننادي لأنه مشان كل نوحد الفكر تدريب على توعيد الفكر مش أنا فكري بره و أنت فكك بره و هذا عين و هون هذا عين و هون إذا ما كانت قلوبنا وجوه و البلد عمر من ببني فقال لهم طيب لأقولي طريقة فكروا معي هاي معناها بيدربهم على التفكير فبات الصحابة في هم عظيم سبعة شافوا المؤذن جاءهم الإلهام و واحد منهم سيدنا عمر شو قاله النبي قال يا عمر علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا أكفأ منك فبمجال الصوت بدي بلال بمجال القيادة تعيى علي علي بن أبي طالب سوى فرقة التدخل السريع قوامها الثلاث و الثلاثين خيال بركب الخيل بلا لجم و بلا سرج فرقة التدخل سريع و لذلك لما وصلوا الخبر أنه حاطب ابن أبي بلتعى ودى كتاب لأهل مكة قومي علي فراحوا جابوا الكتاب للمرأة فرقة التدخل سريع عنده عنده مدير مخابرات حذيفة بن اليمان حافظ سر النبي عليه الصلاة والسام حط أمين عامل الأمة كلها أبو عبيد عامل بن جراح عمل تشكيل الناس ماخذين الهجرة وانتقل من مكة أي وانتقل بس هو انتقل هيك انتقل نظام دولة من أجل أن يبني كيان جديد و لذلك جاب طلح ابن عبيد الله المدينة المنور مليان ملاريا أبوه مات في الملاريا أمه مات في الملاريا المدينة فيها مناطق موبوءة الحمى حتى كان الصعابة يلعنون الحمى و قالوا يا رسول الله عفنا بن الروح اللي يصير بمكة يصير فقال اللهم أي تدخل إلهي اللهم حبب إلينا المدينة لكن جاب طلح ابن عبيد الله واحد من العشر مبشرين بالجنة دولة طلح لقيله دواء قال له أمرك فراح على وادي بطحان اللي هو أكبر مستنقع مياه كان في المدينة المنورة كله بعوض وكله حالته حالة تلقى فيه حالته حالة زي بركة الببسي عن الناس قالوا لقيل حل أربع تيام هو يدرس فيها منين مجرى المي كيف تطلع الشمس وين بتغرب وين فغير طبيعة تضاريس الأرض لأنه كان صاحب تنمي مستدامة حتى عزم النبي عليه بعد ما صارت ما يحل فوقف النبي وإذا بماء صاف وأشجار زهرهور وزارعين له زارعين للنبي فقال بطحان ترعة من ترع الجنة مين سوها الصحابة سوها ليش سيدي أصحاب رسالة ماشي إذن الهجرة هي بناء الدولة جدا بس هي خلاصتها بناء دولة بناء دولة تحدثنا عن المؤاخة قلت لثمانتحشر شهر وتحدثنا بأن المؤاخة كانت الفقير مع الفقير الأصوات تم جميلة حتى أصوات تم جميلة والمقاتل مع المقاتلين والقادة مع القادة كيف تم التسويق لهذه المؤاخة هذا دراسة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه عنده شغلة مهمة جدا وهي التواصل الاجتماعي يعرف الناس لدرجة أنه قال يا بلال سمعت خشخشتنا عليك في الجنة يا رجل قائد يعرف كل صاحبك يبدي مشي شوها يا بلال سمعت خشخشتنا عليك في الجنة كيف وصلت لهنا قال يا رسول الله ما أحدثت حذة إلا توضأت وصليت ما شاء الله لأنه أصلي اللحاء في الطريقة مشيته في الجنة لما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بإسراء المعراج في الجنة قال فرأيته جارية فقلت لمن هذه فقال لعمر قال فأشحت وجهي عنها لعلمي بغيرتك عارف نفسيته عارف نفسيته من جوه قال له تعالي يا جابر اتزوجت قال له أتزوجت قال له شو اتزوجت قال له والله يا رسول الله اتزوجت يعني واحدة متزوجة سابقة قال له هل لا تزوجت بكرا يعني بقول شبابك فقال يا رسول الله إن لي أخوات تركهن أبوي لأنه أبو استشهد ترك عندي فخشيت أنا أضم جاهلة إلى جويهلات يعني أجيبها غشيمة وحطها مع غشيمة فبدي واحدة تشيلها العيلة بدي واحدة تشيلها العيلة طب ما هو مصاري و نفسه عزيزة لأنه أبوه شهيد ما بصير أذله هذا أبوه شهيد هذا أبوه قدم روحه ما بصيرش ينذل ولا يوقف على بابي فقال له طيب اعتميح هالجمل قال له هو لك يا رسول الله خذوا أنا أبدأ يبيعك يا قال لا قديش بدك فيه قال له يا رسول الله أخذ فيه خمسين درهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسين درهم فقال أعطيك درهم بمزح معه طيب خاطره قال له يا صاحب خلاص بل من هالدرهم هو إلك قال لا بل أعطيك فيه ثمانمائة درهم الجمل ما بسه بس مشان ما يكسر نفسه واحد عارف أصحابه لهالدرجة ويعطيه هاجة وتزيد ولذلك ما كسر خواطرهم أعطاهم شيء اسمه كرامة هو سؤال ليش جيش مؤتة تحرك لمؤتة لهون مئة وخمسين كيلو عن عمال ليش مشان واحد قتل قتل الطفيل ابن عمر الدوسي في الطفيلة فحرك النبي جيش طيب يا رسول الله هذور ثلاث تلاف واللي راح يلاقونا مئتين ألف قال لهم آه بعرف بس منموت كلنا ولا ينقال زل متنا نذبح وما حد قام بثاره فسعه كرامة كرامة ماشي نستمع إلى هذا الحديث بمناسبات ننبسط من كيف طيب كيف كان الفكر كيف كان يبنو كيف كان الإخلاص والعمل وما إلا ذلك دائما نبحث عن دروس مستفادة لكن السؤال هل من المستحيل أن يتم أن ننعكس ما تم قبل ألف واربعمائة وثلاث واربعين سنة اليوم اليوم أسهل ما هي المعيقات التي تواجه أنت بتقول لي أسهل بعد الفاصل سأستمع إياك كيف أننا ممكن أن يتم الإنعكاس مثل هذه الدروس المستفادة فاصل قصير والتفضل بالبقاء ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أسمح لي من جديد ترحاب بضيفي معالي الدكتور محمد نحلق ضامساء الخير من جديد كنت قد طرحت سؤال بعد كل هذا الحديث المبادئ الثلاث والأهداف الأربع الوضاحة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بدأ بالهجرة طرحت سؤال طيب نحن نستفيد من هذه الدروس لكن غير قادرين على تطبيقها نسأل لماذا الخلل من هو الآن تطبيقها أسهل لأنه الآن أنت في عندك الآن وسائل سيطرة عندك اليوم حكومات عندك اليوم أجهزة عندك اليوم سلطة تنفيذية عندك اليوم سلطة رقابية كتنظيم كتنظيم أسهل زمان لا كان فيه جريدة رسمية ولا كان فيه كان علي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فيتناقلها الناس ويطبقونها فاليوم عندك وسائل التواصل أسهل اللي بمقص اليوم شغله واحدة وخافت الله لا خافت الله بس آه بس بس لما أعرف أني مسؤول عن كل توقيع بوقع وعندما أعلم أنه ما يلفظ من قول إلا يديه رقيب عتيد ولما أعلم أنه ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ربنا اللي معهم تستقيم الحال النبي عليه الصلاة والسلام لما أصدر منع الخمور ما ودنا ناس تفتش في البيوت ولكن كان ربي جيل يعلم أن الله يراقب إحنا اليوم بالأردن لا ينقصنا المال لا المال موجود والخير كثير إحنا بنقصنا أمان ترجال أسئلة وأنت كنت أحد السلطتين كنت واحد مرة وزير مرتين هنا وقلت لي بأنه هذه إحنا بنقصنا مخافة الله صحيح كيف تجلت لما كنت وزير في وزارة الشباب رجعت بلوكس ما بتحدث بشأن شخصي ما بتحدث بشأن شخصي الآن كوزير بعض الوزراء بقول لك يا أخي الموضوع كبير لا تفكر أنه إحنا من فوت عليه تلاقي كل شيء الأمور سهلة إذا بوقع توقيع معناته أنا رياحة 50 مئة ألف مفيش إنسان مفيش إنسان لا لا هو بالإمكان بالإمكان آه بالإمكان بس هو الفكرة الفكرة عننا طريقة طرح العطاء طريقة التنظيم الإداري عننا هي التي تساعد على وجود خروقات السبب في ذلك هاي أنا وياك بشتريها بدينار ماشي لما بنزلها عطاء بيجينا أقل سعر فيها خمسة فأنا ملزم أخذ الخمسة في حق الليرا أنا وياك عارفينها دينار بس هي إجتني في أقل تسعر بخمسة فأخذها بخمسة طبو الأربع من عارف إنه مش صح فخليني إحنا الآن من الموضوع بس أنا بتكلمك ب لا يمكن إنسان لحاله إنه يحمل الحمل كاملا هذا يحتاج إلى أن يصبح أمامنا ورؤية واضحة للدولة ويصبح أمامنا هدف مشترك إحنا لحد اليوم الأهداف غير مشتركة ولذلك في تناقضات وإنعدام ثقة ما بين سلطة تنفيذية وما بين مواطن لأن الأهداف مش مشتركة لما بصي في توحيد للفكر صيح في توحيد للرؤية لما صيح في توحيد للإعلام لما صيح في توحيد للنظرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل قدامهم هدف واحد الكل التف حوله الهدف لكن لما يكون الهدف اللهم نفسي عندك الأمامناته الأهداف متفرقة فسيد النبي عليه الصلاة والسلام لما يجع المدينة منورة وضع أهداف مشتركة اللهم نفسي بالأردن كثير والله شف إحنا إحنا قاعدين نقول بنا نطبق اليوم أنا ما بطلع بيدي ألوم لا شخص ولا ألوم جهة لأنه شف لما المركب بغرق ما بطلع بيدي أحط الحق عليك وحط الحق عليك بالنهاية الغرق على الكل والنجالة الكل فإحنا بدأنا نتحدث في موضوع الغرق أنا بقول تعالوا خنشوف كيف ننجو حتى ننجو يجب أن يكون أمامنا ثلاث أشياء ضرورية رقم واحد الكفاءة رقم اثنين العدالة رقم ثلاث الكرامة كرامة طبعا أنا كيف دي أزرع ولاة في قلوبنا هو سؤال الصحابة رضي الله عنهم ليش حبوا النبي قد يش دفع لهم النبي عشان حبوه هو أبو بكر الصديق لما قلنا عنه كان بيطانة قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان تارة يمشي عن يميني وتارة عن شمال ومر قدامه فأقول يا أبا بكر يعني بلغتنا أثبت يقول يا رسول الله أذكر الرصد الكمين فأمشي أمامك أذكر الطلب فأمشي وراك أذكر الكمان يعني تيجي فيه ولا تيجي فيك والصحابة واحد منهم كان ساجد لما أذيع خبر النبي عليه الصلاة كان واحد منهم ساجد قال الصحابة النبي فاقبض علي روحي الآن فقلبه ساجد أم عمارة قال عليه الصلاة في معركة أحد فما كنت أجيل نظري إلا وأجد أم عمارة يعني رجالهم نساهم صبيانهم معاذ ومعود عمرهم 14 سنة وقامين حاربوا أبو جهل وأبو لا شو الحب هذا شو أعطاهم الرسول تعال خلنكش في حساب شو أعطاهم الرسول لا رواتب ولا أراضي ولا سيارات ولا امتيازات شو أعطيتم يا رسول الله أعطاهم أمرين أعطاهم الكرامة وأعطاهم العدالة أعطاهم الكرامة أعطاهم العدالة اليوم حتى تزرع بقلوب الناس وثبت قلوب الناس بدك تعطيهم أمرين تعطيه كرام تعطيه عدالته أنا وياك ما منزع لدي من جوع سواء بس أنا بزع لديك شجعان وأنا شبعان تقصد بالكرامة حقوقه لا الكرامة أمر داخلي أمر داخلي أمر داخلي يغرس غرسا أنا لما أقرأ كل يوم بالإعلام مقتل خمسيني وانتحار ستيني والشقيق قتل شقيقته وانا مش عارف مين وكذا وكذا أنا من جوة وين كرام تصفت الكرامة سيدي شيء يعني أنت أهل الكرامة الكرامة شيء مش مادتي الكرامة شيء معنوي اللي كان ظل سيدنا يقول ارفع راسك انت أردني هاي معنى الكرام بس بدك تطبيق بدك آلية تطبيق إلها حتى أعتز بأردني أعتز بجوازي أعتز إنه أنا بنتمي لهالبلد أما اليوم أنت قاعد الإعلام دمر الناس إلا مرحمة ربي طبعا دمر الناس الإعلام كان سابقا يقول العلم يبني بيوتا لا عمادة لها والجهل يهدي من بيتها أنا اليوم بقول لك الإعلام يبني بيوتا لا عمادة لها والجهل والإعلام يهدي من بيتها العزي والكرم الإعلام اليوم هو اللي يبني من بيتها للإعلام والت تعد أيضا إعلاميا دكتور لا أنا مش إعلامي أنا داعي الإعلام الإعلام فيه أهل إعلام متخصصون لهم كل احترام بس هناك متطفلين على الإعلام زي ما إيجا داعش على الإسلام وقالوا نمثل الإسلام ولا نمثل الإسلام فيه دواعش في الإعلام كمان متطفلين متطفل ما لقاش صنعه فصار إعلامي لهم أهداف محددة قد تكون داخلي وقد تكون خارجي دكتوري بتعرفهم بالاسم بالأردن لا أنا بقرأ بشكل عام لا تقصد بالأردن بشكل خاص لا في كل مكان نحن لا نتكلم عن الأردن نحن لا نتكلم عن الأردن نحن نذهب للأردن نذهب للأردن أنت في عندك اليوم دول سنة قوانين اللي بيسيء للدولة يعاقب اللي ينشر شيء ضد الدولة يعاقب اللي بيبهدل البلد يتعاقب وفيه ناس يقول لك نحن تكيمي أفو لا مش تكيمي أفو مش تكيمي أفو فيه فرق بما أنك أنت يعني تحط من قدر دولتك وبما أنك تنشر خبر ولا ينعكز ذلك على الحريات لا الحريات يجب أن تكون مصانة بس الحريات دائماً محدودة في كل مكان حتى في أميركا اللي بيقول لك أم الحريات في كل مكان الحرية يجب أن تكون محدودة أنتك حريتك تنتهي عندما تبدأ بالإضرار بالآخرين إضرار بقيمهم إضرار بعقائدهم إضرار بسمعتهم إضرار ببلدانهم إضرار بمستقبلهم إضرار بأبنائهم هذا كله تنتهي الحرية أم إذا كل واحد يغرد على كيفه ما عاد فيه نظام هو شو معنى النظام نظام يضبط تذهب إلى السوشال ميديا أكثر بحديثك تذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الإعلام لا أنا شوف التواصل الاجتماعي كل واحد يعبر عن شخصه بأدبه أو غير أدبه أجلكم الله جميعاً كل مؤدد طوال لكن بتكلم عن من يتصدر جهات الإعلام اللي بتصدره جهات الإعلام يجب أن يكون فيه شيء وأنا بأعطيهم بس قاعدة واحدة إذا بنضبط الأمر قاعدة واحدة أنت ببالك شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد هاي تضبط كل الإعلام الإعلام بضبطه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد الإعلام بضبطه ستكتب شهادته وما يسألون هذا البضب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يجعل مريم نوره وحد الإعلام ما فيش واحد يتكلم بكلمة وعضو لجنة يتكلم بكلمة وفريقي في وزارة يتكلم بكلمة ووكيل وزارة يحكي بكلمة والناس طاسي وضايعة ما يعمل هيك وكل الإعلام لحسان بن ثابت بس شاعر بس آه وهو شاعر إعلامي فقال له أنت أهجهم وروح القدس معك أنت الناطق الإعلامي باسمنا والكلمة كانت توقع من حسان بن ثابت عشان سي فيه توحيد لتوجه الدولة لكن كان الحديث شفافا واضحا ليس له أي دلالة على الإشارة لأنه ما فيش مخبأ ما فيش مخبأ وما فيش اتصالات خارجية لأنه نبي صلى الله عليه وسلم يجع المدينة منورة فيها ثلاثة اتصالات خارجية في واحد منافق قح غيره عبد الله بن أبي بن سلول وفيه منافق له اتصالات مع الروم اللي بينه مسجد الضرار وفيه منافق له اتصال مع اليهود فكان فيه عنده مؤامرة من ذاته لذاته هذا نفاق عربي قح ما حدش سايقه بس هو حقدا وأسفا من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كان ارتباطات مؤامرات داخلية مع اليهود اللي هو أبو عامر الراهب وفيه ارتباط مع الروم وراحوا بنوا مسجد سموا مسجد الضرار و الله نزل فيه آية وأمر النبي بحرقه فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه ثلاث مؤامرات وعلى فكرة كان أيام من المنافقين لما راح على معركة توحد كانوا ألف رجع الطريق ثلاثمية فثلاثم بالمئة كانوا مجتمع منافق لكن طبعا لا ستعرف من يقصد الدكتور محمد بإيش أنا ما عندي مخطبة بحكة عن مجتمع النبي عكسنا على الداخل أتكلم عن الهجرة أتكلم عن مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قضايا مهمة من المنافقين ارتباط داخل ارتباط خارجي واحد من ذاته منافق طيب سأثابي للعدالة الجميع بقولك العدالة على الأرض مهما كانت فهي نسبية العدالة الحقيقية في السماء هذا من المصطلحات الانهزامية انهزامية طبعا هل هناك عدالة مجتمعية نحن عندنا حرب مصطلحات كويس عندنا حرب لمصطلحات ماشي شو معنى حرب مصطلحات المصطلحات بمعنى يزرقو لك معاني مصطلحات مشان لبسوكها تلبيس أعطيك مثال أعطيك مثال إذا واحد قال الأردن كويسة انت سحيج إذا واحد قال الأردن عاطلة تيجي شهادة براء البطل الحر الفلان فمعنى تهي يا صاحب الخير أسكت يا صاحب الشر يحكي تلبيس هي حرب مصطلحات فلان تاجر دين مشان المشايخ أسكت علما عشرة من المبشرين في الجنة عشرة مبشرين في الجنة ستة منهم أغنى أغنياء المدلمون ومحدش قال تاجر دين أغنياء صحيح فعندك مصطلح تاجر دين عندك مصطلح سحيج عندك مصطلح طبيل عندك مصطلح منافق عندك مصطلح حر الشريف فصار في حرب بالمصطلحات حرب بالمصطلحات من شأنها أن تقسم المجتمع فأهل الخير يسكتوا وأهل الشر تفضلوا وإحكوا فصار فينا حرب مصطلحات وذلك إحنا اليوم كل هذا يحتاج إعادة نظر طيب ليش دائما ما نعاني بأنه لا يوجد هناك عدالة مجتمعية شوف العدالة دائما أبدا إما بتكون يعني الآن لبقرة قوانين الأردن اللي كاتبها سيدنا عمر مخطط من عدالتها اللي بقرة القوانين الأردنية يشعر لكاتبها سيدنا عمر قمة العدالة لكن إذا وجد الظلم فواحد من الأمرين إما أن هناك خطأ في التشريع أو خطأ في التطبيق فخطأ التشريع أنا بقول لك عندنا التشريع كويس التطبيق عندنا المشكلة في التطبيق عندنا المشكلة في التطبيق يعني إحنا كل يوم نقرأ فلان سارق مي وما أحد أحاكمه وفلان عامل كذا ما أحد أحاكمه فيه خطأ في التطبيق وهذا اللي بزع للناس إحنا اليوم الهدف إنه شوف إحنا بالنهاية العمر منعيشه ففيه فرق بين منعيشه بناكدة ومناحرة وبين معيشه بمحبة البرضة بعيش لا هاي غلط بالنظري هاي غلط الذين تتوفاهم الملائكة وظالمي أنفسهم ليش كنت ساكت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال لم تكن أرض الله واسعة فتوها الجرد روح لشوف بلد ثاني الملائكة بتقوله أنا بقوله كلمة اللي برضة بعيش هذه من المصطلحات الانهزامية كلمة انت جايد قيم الدين بمالطة مصطلح انهزامي كل واحد ذنبه على جنبه مصطلح انهزامي كل واحد على دينه الله يعينه مصطلح انهزامي كلمة يا حط راسك بين الروس وقولي يا قطاع الروس مصطلح انهزامي بلدك بدك تبنيها شو طال عبيدنا انهزامي هذا لا موجلالك الملك شو حكى مش قال انتو اضغطوا من فوق ام بضغطوا من دحت ما هو ينهارا ليش الشباب بتقول لك يا رب هجرة اللهم هجرة لأنه عندك بعض المسؤولين بس لا تقول لي مشتابه كمان هم هذول انهزامي لا لا اللي بطلب الهجرة لا موسيدنا سيدنا ابو بكر طلب الهجرة سابقا سيدنا ابو بكر الصديق ايجا يهاجر بالله عليك تسمع القصة طبعا سيدنا ابو بكر الصديق كان زلم يصلي في بيته وصوته حلو فصارت الناس تتجمع شباك بيته يسمعوا القرآن ايجوا كفار قرآن ايجوا ما عجبوا الحكام قالوا ما اقول لك يا عمي انا مسافر دطلع سحب حال وطلع لقى ابن الدغنة ابن الدغنة بمصطلح نموشرك وراجع من سفر وابو بكر طالع قال له وين يا ابو بكر قال له ان قومك اخرجوني كل واحد على يدين ترى قال يا ابا بكر مثلك لا ينبغي ان يخرج يا رجل اذا انت طلعت العقال طلعوا والشرفاء طلعوا والامينين طلعوا لا مين تترك تترك السكرج الخمرجي مثلك يا ابا بكر لا ينبغي ان يخرج ارجع انت بحمايتي ما مصير البلد تفضه من اشكالك اوه كل واحد على دين كل واحد على دين لكن ما سمح ليطلع لماذا لانه لا بد ان يوجد في كل بلد ثقالة كيف يمكن ان نحقق العدالة اذن في المجتمع الاردني طبق القوانين طبق القانون ايه انت اليوم اليوم يعني مشكلة التطبيق شيء والواقع شيء هناك تحايل اكثر التفاف اه في التفاف اه في التفافات لا في التفافات في التفافات على القانون وهذا الشيء بيخرب البلد ما بيصلح بيقول لك لا بدفش الباب اجرب يفوت نعم مين بدفش باب يجرب يفوت البني قدم بدق الباب لا بدفش بيجرب يفوت ما احنا كمان في انا مصطلحات ما هي من باب المونة لا ما فيش مونة في اسمه اخلاق قال يمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له لبن وشرب كان عن يساره او بكر وعن يمينه طفل فقال للطفل قالوا تسمح لي اسقى او بكر لانه اكبر وعش مالي بس بس النظام بيقول امش على اليمين فبتسمح لي اسقى او بكر الولا طلع مربه وامه فهمانه مربيته قال يا رسول الله لو كان غيرك لأذنت بس والله ما بعضي شربك شرابك لو واحد قبلي واحد قبلي فالنبي استأذن من طفل مشان نطبق القانون وطلع على المنبر وقال والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت الا اقطع ايدا وحاش فاطمة تسرق وحاش الرسول يبلغه حد فلا يقيمه لكنه اعطى مثلا ومثالا وقدوة انه عندي القانون على الكل مرسخ مفهوم العدالة المجتمعية بانها بالاردن غير موجودة وانت تتحدث بان القوانين موجودة طيب سؤال الان الا تسمع بانه فلان مش انت قرابتك فلان ما تروح علي يخلي وطبك اعضاء مجالس النواب يتم انتخابهم حسب الخدمة رسخ هذا المفهوم في الاردن كيف انه ممكن انه نشيل هذا المفهوم اذا كان مفهوم خاطئ هاي بدي معطوله عشرة سنوات نشيله قالك عشرة سنوات مش نشيله يا رجل هذا كله بيحتاج شهر شهر بس يا رجل انا دا اقول لك نقطة والله العظيم انا قايلها مجاملة ترى انا يعني يا دكتور الان انت قاعد تقول لي شهر دا اقول لك شهر العبد الفقية اللي قدامك لا بحكيها فخرا ولا شيء بس بحكي لك شيء على واقع والكلام سجل طيب على الاقل انا زائري 92-95 دولة طيب والذي يبعث محمدا بالحق انكو يا الشعب الاردني اذكياون احفياون اكفياء امناء مخلصين محبين لبلدك بتنحتوا الصخر مشان تطلعوا اللقمة يا رجل لا يوجد في العالم كله اصبر من المرأة الاردنية يا رجل لا يوجد في العالم روح كفاءات يا رجل وصلت على فانكوفر 23 ساعة طيران من عمان لفانكوفر 23 ساعة طيران له اي عفانة هيو موجودة هناك طلع من هون شب شب هذا مثال طلع من هون شب دارس هندسة كهربا راح لهناك تكمل ماجستير اخذت شركة بوينج الان له اي عفانة بتدريب شركة بوينج انت صلاح طيب الكفاءات الموجودة الخبرة الموجودة العقلية الموجودة متفتحة بس يا حبيبي طبق على الكل احنا مش زالين حدا يجوع بس من جوع سوى منش ما سوى دكتور كنت بعضو مجلس النواب وكان الناس ما اخذ عليك انك انت ما بتحضب جلسات مجلس النواب من اللي قال التقارير لا لا مركز دراسة لا يا سيدي لك سؤال انت قاعد بتقولي شهر طيب ماشي ما هو ليه بشهر بشهر يمكن تحويل شوف التحول الفكري التحول الفكري كانوا يو عبدوا 360 صنعا فحوله النبي الى اله واحد سبحانه وتعالى احنا اليوم نعبدش 360 صنعا احنا نعبد اله واحد بس كل ما هناك تعال اقنامي ان اتحول للعدالة لما ابطل اشوف استثناءات كويس كنت بمجلس النواب صح جاوبنا على هذا السؤال ايوة كنت ومجلس النواب هو من يراقب ون يشرب شو مشكلتنا احنا اذا كان عنا تطبيق وبتقول لي ان تشريعات اذا تقرأها تقول من كتبها عمر اللهم ارضعنا اللهم ارضعنا لكن تطبيقها عنا مشكلة شوف دائما ابدا روح على فاصل بس كير فاصل قصير اخير اتفضلوا بالبقاء معنا اهلا بكم من جديد وجد الترحاب بضيفي معالي الدكتور اهلا بك دكتور من جديد واعود الى النقطة التي تم الحديث عنها حتى نرجع للموضوع الحلقة الرئيس وهو موضوع الهجرة الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كنا نتحدث عن العدالة وبأن هناك عدم عدالة مجتمعية وذهبنا الى موضوع الرقابة والتشريع مجلس النواب وايضا سأدخل فيه موضوع الكفاءة ما اقول ما عنا كفاءات لا لا الكفاءات مليانة شوف شوف الاردن انا بقولها جازما الاردن منجم من مناجم الكفاءات لا تجد بلد من البلدان العالم الا وتجد فيه ناجحين من الاردن يا ابن الحلال دكتور اردن حطوا صورة على برج خليفة احنا شبابنا الاردنيين برا ماسكين قطاع المصرف في بلدان الكثير والمصرف والتكنولوجي مليان عنا كفاءة عنا كفاءة لكن احنا عنا مشكلة في التهميش الكفاءة هذه اشكالية ولذلك انا برجع بقول لك اذا ما كان فيه زي ما قال النبي على القصة ووضع قاعدة في الادارة النبي على القصة ووضع قاعدة في الادارة قال من استعملناه على امر من امور المسلمين طبعا كلمة المسلمين مش مقصوذ فيها مسلم او مسيح لا كمجتمع عامة امر امور المسلمين اعطيناه صلاحيات التعيين شوف الكلمة وشه النص الحديث فاستعمل عليهم رجلا محاباتا نص كلام النبي محابة يعني مغاوز وواسطة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله بس هاي قاعدة ادارية هاي قاعدة ادارية انا اليوم بمكان ومنصب بعين فاتني واحد جايب تسعين وفات قرارتي جايب خمسين اعين مين ترى اسمع ترى حطيت دينك وإيمانك وآخرتك وجنتك ونارتك بكفة وبنعمك بكفة خلي انفعك عند الله من استعملناه على امر من امور المسلمين فاستعمل عليهم رجلا محاباتا وهو يعلم ان في المسلمين من هو خير منه فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وخلي ظل صلي للصبع هاي قاعدة ادارية حطى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتعين الا الاكفأ لا الاملأ ولا الاحلى ولا الاوسط يتعين الاكفأ ولا يوجد على مستوى الدنيا كلها بلد يا ابن الحلا اميركا عمره مئتين وستين سنة سببه الكفاءة جيب الكفاءة بتأخذ نتائج عملا فيش كفاءة ما مش راح تحرك على العلم بانه هناك العديد من الكفاءات في الوري مليان لكن اختيار مليان وضوع الاختيار اه مليان اذا نرجع للقانون اذا رجعنا للقانون وطبقنا اختيار القيادات العليا حسب القانون مش حزب الانظمة الكل بتطلع رامي الكل بتطلع رامي اه وما حدا بزعل الكل بتطلع رامي وكل بتكون شفافي واضح جدا وستجد من محبة الناس لبلدها وانتماءهم لبلدهم الشيء اكثر من اللي بيعجبه كيف هاجر الى الله يا السلام نحتاجها كل يوم نحتاجها كل يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة وقف باب الهجرة هذا باب كبير مع أبواب الجنة طب يا رسول الله واللي رح يجو بعدنا يا لهم طيد المهاجر من هجر ما نهى الله عنه اترك معصية انت مهاجر المهاجر من هجر ما نهى الله عنه اترك ذنب اترك معصية اترك غيبة اترك نميمة اترك اسفنة اترك تكون انت مهاجر الكل بيقولك لو كنت عامل زمن النبي يكون مهاجر لا تعال الى اجر خمسين مهاجر قالوا يا رسول الله خمسين مننا ام منهم قال لا خمسين منكم للعامل منهم عن جماعتنا اجر خمسين قالوا خمسين مننا ولا منهم قال لا بل خمسين منكم ليش يا رسول الله قال لانكم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون هو أبو هرير لميزي على السوق غض بصره عن مين عبد الرحمن بن عاوف تاجر يروح يأخذ ربا من مين بيعطيه فأصلا عندهم أبو أبو العاصم سكرة لكن اليوم الساد عامر يفوت على أي بنك يعطيه خمسين ضيع فرات بك ربا طب يا عمي عاوز بدي أبني الغرفتين أنستر فيهن بدي أغير السيارة بدي أرضي المرتقن كنبيات بدي أتجاوز مثلا ومع ذلك بيقولك لا إليك أجر خمسين صحابي وهذا مش مرفين وله مخدر لا عشان يعرفوا شبابنا اليوم أنه أنت عند الله عز وجل بميزان اللي ماسكي بدينه اليوم بميزان الشاب اليوم مش قادر يتزوج اللي مش قادر يشتري سيارة اللي مش ملاقي وظيفة اللي مش ملاقي سكن شو يعمل شو يسوي اليوم أتخن راتب اللي بوق خمسمائة ليرا شو بدي دفع ميتين وخمسين ليرا أجار ودفع مية مي وكهربة شو بيضلوا ما ظلش ولذلك هؤلاء سيدي أنا بقول يجب أن يكون هناك حملات اجتماعية لتغيير بعض المفاهيم المجتمعية مثل 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 موضوع الزواج ومثل موضوع الأفراح ومثل موضوع الأتراح ومثل ما كثير قضايا لا يستغير لا يستغير المجتمعات الحية هي التي تتكيف مع ظرفها المجتمعات الجامدة هي التي تبقى إنا وجدنا آباء أنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وموتدون والثنتين بسورة الشور المجتمع الحي هو الذي يتكيف مشكلة ناس لأننا قتلنا القدوات كل مجتمع يقتل قدوته سيضيع ولذلك لو بيسمع مني اليوم يسمع مني لو بيسمع مني إذا لم نجد قدوات منصنع قدوات لأن راح نحتاجهم فكيف لما يكون القدوات موجودين أنا بدل ما أبهدي القدوة المفروض أوجده المفروض أوجده يا أبن الحلال أمريكا وبريطانيا وأوروبا لما لم يكن لدينا القدوات جابوا تبع كرة القدم وسووا جابوا تبع الموسيقى وسووا جابوا تبع الفن وسووا طب ما ونحنا لدينا قدوات يجب في المجتمع أن تكون هناك قدوات يقتدى بها لأن الحكومة ما بتقدر على كل شيء والحكومة دائماً في خط اتهام دائماً وإبداً في كل مكان من ولي ونصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فدائما وآبدا هذا الحلقة المفرغة ما بين الناس والحكومات من يغطيها؟ القدوات فأنا لازم أوجد قدوة لازم أوجد نماذج لازم أوجد رموز هؤلاء الرموز والنماذج والقدوات هم اللي بيحركوا خيوط المجتمع نحو الخير مش هذا اللي بيقط فيهم وبالتالي إن وجد القدوة يجب أن يكون هناك تخطيط لما أريد أن أفعله في هذا العام بما أنك أنت قلت لي ما فيه هجرة لازم يكون موليش خطبة الجمعة هي خطبة الجمعة 52 خطوة خلال السنة خطبة الجمعة نظامها في الشرع الإسلامي السنة فيها 52 خطوة خطبة 52 خطبة هي تمثل 52 نقل لمجتمعية في السنة الوحدة هاي أصل خطبة الجمعة وليش يجب أنك تحضروا نود فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ويلا أترك لبيدك تعال أصارات الجمعة لأنه في عندي 52 خطوة مجتمعية يجب أن ينتقل المجتمع فيه كل سنة 250 درجة وينه النظام الشرعي يا سيدي الناس فهموا الإسلام صلاة وصيام على عين وراسي من هون بس مش كل شيء صلاة وصيام عمر النبي النبي كديش عاش تشريعيا 23 سنة بالـ 23 عام عمر النبي ما دق الباب على واحد قال له صليت لما صليت صمت لما صمت هاي شغل بينك و بين ربك بحثك عليها النظام الإسلامي نظام اجتماعي يقوم على العدالة والكفاءة والكرامة وبعدها تصلي ما تصلي بينك و بين الله على ذات النهج الذي بناه الرسول عليه السلام بالدولة المدنية في بداية الهجم نعم ومعنى دولة مدنية أنها تتسع لكل أطياف يعني عندنا الدول دولة ديكتاتورية دولة عسكرية دولة دينية هاي إقصائية دولة مدنية بمفهومنا الشرعي الدولة المدنية هاي الدولة التي تتسع لكل الأطياف وتأخذ بنموذج العدالة والكفاءة والكرامة هاي الدولة المدنية ما كانش دولة إقصائية ما قال اليهود يطلعهم ولا قال للنصارى يطلعهم استقبل المسيحيين في المسجد النبوي سؤال معي دقيق وعمل اليهود اتفاقية معهم اللي أنهم مواطنين واستوعب المسلم واستوعب المنافق وقال لا نقتل أصحابنا إذن استوعب هاي نسمي دولة مدنية عادي إذا في ناس عندهم مصرح آخر للدولة المدنية يعني يحتاج شرح طب هل برأيك الأحزاب التي ستشكل قادرة على أخذ هذه البرامج والعمل فيها داخل المجتمع تعالي شوف الصبي مصلى النبي ما بتفكر تفتح أحزاب؟ أبدا ولا تفكر تنزل تحضبات نيابية؟ لا 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 ولا تعود للحكومة؟ لا 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 أبدا؟ للحكومة موضوع ثاني بس النياب والأحزاب لا أبدا لا معي دقيقة أمر في مثل هذا اليوم دائما نستذكر رسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ودائما هناك بعض الأحاديث وأطرع لك هذا السؤال بإجابته الدقيقة بيقولك أنه الدولة من بناها سيدنا عمر نعم الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول كان يوحي إليه رب العالمين وبالتالي كان يقوم بمثل هذا دكتور محمد كيف ترد على أن يقول هذا الحديث؟ أول شيء نبي صلى الله عليه وسلم أول شيء سيدنا عمر هو تلمير للنبي أكيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد وقال لهم قدامك وعدالة وكفاءة وكرامة ثم جاء من بعده فأسس على هذه فجعل الدواوين عشان يحقق العدالة وجعل الرواتب عشان يساوي الكرامة وسع إذا الأسس وضعها النبي الأسس وضعها النبي صلى الله عليه وسلم جواب واضح إلى اليوم كل أي من يريد أنا بعده أحكيها كل من يريد أن يصلح مجتمعا أو يبني دولة أو يوجه فكرا فعليه أن يرجع إلى رسول الله فإن كان مسلما يرجع عليه كنبي وإن لم يكن مسلما يرجع عليه كمصلح اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير وإياه الجميع شكرا جزيلا معاك شكرا جزيلا لكم تمتم بخير وكل عامر وأنتم بخير وصل اللهم على سيدنا وهمت كل التحايا شكرا جزيلا معاك شكرا اشتركوا في القناة